النادي الاهلي لما بيشتغل ومجلس ادارته وكابتل محمود الخطيب دايماً بيشتغل على كل الملفات اعضاء وفريق كورة وتطوير كبير جداً في كل فروق يعني دلوقتي حالياً كابتل محمود الخطيب بيتفقد دلوقتي ملعب مختار التيتش الاضاءة الاضاءة اللي كانت يعني بقالها سنين طويلة يعني ما كانتش اتغيرت فهي بتتغير دلوقتي للأفضل بنشوف دلوقتي الكابتل محمود الخطيب وكابتل سيد عبد الحفيز كابتل زكريا ناصف الدكتور سعد شلبي كابتل محسن صالح لجنة التخطيط والمهندس سامح ما شاء الله مجهودات كبيرة جداً دلوقتي الكابتل محمود الخطيب في ملعب مختار التيتش بيتفقد الاضاءة وزي ما اقول لحضراتكم الاضاءة دي بقالها سنين طويلة جداً ما تغيرتش فالنهار ده حان الوقت علشان يكون عملية التطوير اللي بيشهدها النادي الاهلي شفنا غرف الملابس قبل كده وانا يعني بحسد الجيل اللي موجود حالياً في النادي الاهلي دعيمة الفريق الاول على الامكانيات وعلى الدعم وعلى المسندة على قوض اللبس ما شاء الله العالمية دلوقتي وفي موضوع الاستشفاء وغرف الملابس كمان ملعب مختار التيتش والاضاءة اللي ما شاء الله حاجة بقت يعني زي الملعب العالمية بالزبط دي مجهودات مجلس الاضارة والنادي الاهلي اللي بيسعوا لي دائماً التطوير اللي احنا بنشوفه دايماً في النادي الاهلي عمره ما بيتوقف سواء في منشآت سواء في كل الفروع كمان مش في الملاعب بس او الملاعب الرياضية او في ملعب في النادي الاهلي في الجزيرة لا ده في كل الفروع لكن دلوقتي دي لقطة حصرية عندنا دي من ملعب مختار التيتش بعد تجديد الكبير وكمان الاضاءة زي ما قول حضراتكو اللي كان بقالها سنين طويلة جداً ما تغيرتش يعني ملعب الكرة واحنا وفين نتفرج كده ملعب مختار التيتش يعني الواحد بيتمنى انه يرجع لعي لعب تاني بعد ارضية الملعب العالمية بعد الاضاءة بعد غرف الملابس فدي الطفرة الانشائية الكبيرة اللي بيشدها النادي الاهلي زي ما احنا شافينا خلال الفترة السابقة والفترة الحالية ترجمة نانسي قنقر